الحمد لله وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين مستمعين كنا وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتكلم على الذي فعله قوم إبراهيم عليه السلام به بعد أن حطم أصنامهم لقد أقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحجة على قومه بعد أن حطم أصنامهم فاغتاظوا منه وأحضروه أمام ملكهم النمرود وأشراف قومه فأخذ النمرود ينكر على إبراهيم عليه السلام دعوته إلى دين الإسلام وأن الله تعالى هو رب العالمين لا رب سوأه وأخذ يده عنادا وتكبرا أنه هو الإله وقال لإبراهيم أخبرني الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو فقال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت وبين له أن الله تعالى هو خالق كل شيء واستدل على وجود الخالق بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها وأنه لا بد لهذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر من خالق مسخر لها ومدبر فقال النمرود الجبار المستكبر أنا أحيي وأميت أي أنا أحيي من أشاء بالعفو عنه بعد أن يكون صدر الحكم عليه بالقتل فينعم بالحياة وأنا أميت من أشاء بأمري وأقضي عليه بحكمي وقال آخذ رجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته ظن نمرود بمقالته هذه البعيدة عن الحقيقة أنه على صواب وأراد المراوغة والاستكبار والعناد فأراد إبراهيم عليه السلام أن يفحمه بالحجة القوية ويضيق عليه الخناق ويظهر له جهله وسخف عقله أمام قومه فأعطاه دليلا قويا على أن الله تعالى هو الخالق المدبر لهذا العالم وأن ما ادعاه عنادا واستكبارا باطل فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي أن هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها الله الذي هو خالقها وخالق كل شيء فإن كنت كما زعمت باطلا أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب وأمام هذه الحجة الساطعة وقف نمرود مبهوتا مبغوتا أمام قومه قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وأمام عناد واستكبار هذا الملك الطاغية واستمراره على غيه وضلاله يقال دخلت ذبابة في منخر النمرود فمكثت فيه أربعمائة سنة عذبه الله بها فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها وأراد قوم إبراهيم عليه السلام أن ينتقموا من إبراهيم عليه السلام لما كسر أصنامهم وحطمها وأهانها فلما غلبهم بحجته القوية الساطعة أرادوا مع ملكهم هذا أن ينتقموا منه فيحرقوه في نار عظيمة فيتخلصوا منه قال تعالى مخبرا عن قولهم قالوا بئنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وقال قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فشرعوا يجمعون الحطب من جميع ما يمكنهم من الأماكن ليلقوه بها وجعلوا ذلك قربانا لآلهتهم على زعمهم حتى قيل إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لإن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم وهذا يدل على عظم الحقد المتأجج في صدورهم ضد إبراهيم عليه السلام ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا النار فيها فتأججت والتهبت وعلى لها شرر عظيم لم يرى مثلها وكانوا لا يستطيعون لقوة لهيبها أن يتقدموا منها ثم لما كانوا لا يستطيعون أن يمسكوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأيديهم ويرموه في هذه النار العظيمة لشدة وهجها صنعوا المنجنيق ليرموه من مكان بعيد فأخذوا يقيدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام متوكل على الله حق توكله فلما وضعوه عليه السلام في كفة هذا المنجنيق مقيدا مكتوفا وألقوه منه إلى وسط النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس فلما ألقي إبراهيم لم تحرقه النار ولم تصبه بأذى ولا ثيابة لأن النار لا تحرق بذاتها وطبعها وإنما الله يخلق الإحراق فيها قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت هذه النار الهائلة العظيمة بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه ولم تحرق ثيابه وقيل لم تحرق سوى وثاقه الذي وثقوا وربطوا به إبراهيم عليه السلام ولما خبى سعير هذه النار العظيمة وانقشع دخانها وجدوا إبراهيم سليما معافا لم يصبه أي أذى فتعجبوا لأمره ونجاته ومع أنهم رأوا هذه المعجزة الباهرة ظلوا على كفرهم وعنادهم ولم يؤمنوا بنبي الله إبراهيم عليه السلام وَلَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يَنْتَصِرُوا لِكُفْرِهِمْ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَلِينَ وَأَصَرَّ قَوْمُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام منهم إقبالا إلى الهدى والإيمان أراد أن يهاجر إلى بلد يتمكن فيه من عبادة الله ودعوة الناس فيه إلى الإيمان والإسلام علّه يجد هناك آذانا صاغية وقلوبا واعية تقبل الحق والإيمان وتقر بوحدانية الله الملك الديان مالك السماوات والأرض قال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وذلك حين أراد هجرة قومه بعد هذا الإصرار والعناد منهم على كفرهم وضلالهم أي إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي عز وجل وهو الشام أو المعنى إلى حيث أتمكن فيه من عبادة ربي عز وجل وقال تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وهاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة وابن أخيه لوط إلى أرض الشام وبعث الله تعالى سيدنا لوطا رسولا إلى أهل سدوم في أطراف الأردن وكانت هجرة إبراهيم عليه السلام إلى بر الشام بأمر الله فيها بركة ثم وهبه الله تبارك وتعالى بهجرته هذه في سبيل الله الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبوة والكتاب يقول الله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبئنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين والحمد لله على نعمه أولا وآخرا في الحلقة القادمة بإذن الله سنتكلم على رحلة إبراهيم عليه السلام إلى مصر ومولد إسماعيل عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمة البصر والصلاة والسلام على فخر ربيعة ومضر وعلى آله وأصحابه إلى يوم المحشر مستمعين الكرام نصل اليوم في كلامنا إلى ذكر قصة رحيل إبراهيم عليه السلام إلى مصر يقال إنه لما ضاقت سبل العيش في الشام وعم القحط رحل إبراهيم عليه السلام إلى مصر وكانت معه زوجته سارة وكان على هذه الأرض ملك كافر جبار متسلط وكان قابضا على زمام الحكم في هذه البلاد وكان من جملة الفساد الذي عند هذا الملك الخبيث أنه كان إذا دخلت إلى بلدته وأرضه امرأة جميلة يأخذونها إليه ليفعل الفاحشة بها فلما دخل إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة إلى أرض هذا الجبار وكانت سارة من أحسن وأجمل النساء وكانت لا تعصي إبراهيم عليه السلام وصف حسن وجمال سارة عليه السلام لهذا الملك الجبار الخبيث فأرسل إلى إبراهيم فقال له من هذه المرأة التي معك ففطن إبراهيم عليه السلام إلى مقصده الخبيث ومأربه وخشي إن أخبره أنها زوجته أن يبيت له الشر فيقتله ليتخلص منه فيستأثر بسارة من بعده فقال له إبراهيم أختي أي أختي في الإسلام فظن الملك الجبار أنها غير متزوجة فطلب منه أن يحضرها إليه في قصره وذهب إبراهيم عليه السلام إلى زوجته سارة وأخبرها بما جرى مع هذا الملك الجبار وقال لها يا سارة ليس على وجه الأرض زوجان مؤمنان غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني ودخلت سارة على هذا الملك الجبار بعد أن قامت وتوضأت ودعت الله تعالى أن يكفيها شر هذا الملك الجبار فلما رآها هذا الملك أعجب بها ومد يده إليها ليتناولها بيده لكنه أخذ ويبست يده فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله تبارك وتعالى فانفكت يده بعد يبسها وعادت إلى طبيعتها ولكن هذا الخبيث طاوع نفسه الخبيثة وأمرته أن يمد يده إلى سارة ليتناولها مرة ثانية فلما أهوى إليها يبست له مثل المرة الأولى أو أشد فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك فدعت سارة الله تعالى فأطلق الله يدها فلما رأى هذا الخبيث ما رأى ردها إلى إبراهيم عليه السلام ودعا بعض حجبته فقال لهم إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بجنية ووهب لسارة وأخدمها هاجر فأقبلت سارة عليها السلام بهاجر إلى زوجها إبراهيم عليه السلام وهو قائم يصلي ثم لما سألها إبراهيم عما جرى معها قالت له كفان الله كيد الكافرين وأخدمني هاجر وقد روى هذه القصة بنحوها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة موقوفا والبزار في مسنده والإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا وهنا فائدة روى البخاري أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام توضأت لما أتى إبراهيم أرض الجبار وهذا يدل على أن الغضوء كان موجودا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفي شريعة الأنبياء السابقين مكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته سارة في فلسطين واستقر بها وكانت سارة عقيما لا تلد وكان يحزنها أن ترى زوجها ليس له ولد قيل كان قد بلغ من العمر ستا وثمانين سنة وهي قد جاوزت السبعين فوهبت سارة هاجر وعطتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقبل إبراهيم ذلك فلما أعطت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام صارت ملكة وحلالا له في شريعة الله لأنها كانت أمة مملوكة فلما دخل إبراهيم بهاجر ولدت له غلاما زكيا وسيدنا إسماعيل عليه السلام الذي كان من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ففرح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا المولود الجديد وكذلك فرحت زوجته سارة لفرحها ولما بلغ إبراهيم مع ابنه إسماعيل وأمه هاجر مكة وكانت هاجر ترضع ابنها إسماعيل وضعها إبراهيم مع ابنه عند دوحة وهي الشجرة الكبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد في ذلك المكان القفر وليس بمكة يومئذ أحد ولا بنيان ولا عمران ولا ماء ولا كلأ تركهما هناك وترك لهما كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم لما أراد العودة إلى بلاد فلسطين وقف راجعا لحقته هاجر أم إسماعيل وهي تقول له يا إبراهيم أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه سمير ولا أنيس وجعلت تقول له ذلك مرارا وكان يريد أن يطيع الله فيما أمره عند ذلك فقالت له أه الله أمرك بهذا قال نعم فقالت له بلسان اليقين وبالمنطق القويم إذن لا يضيعنا ثم رجعت ولما ابتعد إبراهيم عولده وأم إسماعيل هاجر قليلا وعند الثنية التفت جهة البيت ووقف يدعو الله تبارك وتعالى ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون مكثت هاجر أم إسماعيل مع ولدها إسماعيل حيث وضعهما إبراهيم عليه السلام وصارت ترضع ولدها إسماعيل وتشرب من ذلك الماء الذي تركه لهما إبراهيم حتى إذا نفد ما في ذلك السقاء عطشت وعطش ابنها وجعل يبكي ويتلوى من شدة العطش وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى وانطلقت كراهية أن تنظر إليه في هذه الحالة وصارت تفتش له عن ماء فوجدت الصفى أقرب جبل في الأرض يليها فصاعدت عليها ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفى حتى بلغت الوادي وصارت تسعى سعي المجهود حتى وصلت إلى جبل المروة فصعدت عليه ونظرت فلم تجد أحدا فأخذت تذهب وتجيء بين الصفى والمروة سبع مرات فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت أغثنا فرأت ملكا وهو جبريل عليه السلام يضرب بقدمه الأرض حتى ظهر الماء السلسبيل العذب وهو ماء زمزم فجعلت أم إسماعيل تحوط الماء وتغرف منه بسقائها وهو يفور وجعل جبريل يقول لها لا تخاف الضياع فإن لله هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة من الأرض يبنيه هذا الغلام وأبوه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا شربت هاجر من ماء زمزم وارتوت وأرضعت ولدها إسماعيل شاكرة الله الكريم اللطيف على عظيم فضله ورحمته وعنايته ثم بدأت الطيور ترد ذلك الماء وتحوم حوله ومرت قبيلة جرهم العربية فرأوا الطيور حائمة حول ذلك الماء فاستدلوا بذلك على وجود الماء فوصلوا إلى ماء زمزم واستأذنوا من أم إسماعيل أن يضربوا خيامهم حول ذلك المكان قريبا منه فأذنت لهم واستأنست بوجودهم حولها ثم أخذ العمران يتكاثر ببركة هذا الماء المبارك الذي خلقه الله في ذلك المكان من هذه البقعة المباركة الطيبة شب إسماعيل عليه السلام ولد إبراهيم بين قبيلة جرهم العربية وتعلم منهم العربية وترعرع بينهم ولما أعجبهم سيرته وخلقه زوجوهم رأة منهم وأصبحت مكة مأهولة بالسكان منذ ذلك الحين بعد أن كانت جرداء وقفرا محشا وكان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع إلى فلسطين بعد كل مدة وحين يذهب إلى مكة بالبراق يتردد إليهم وينظر إليهم ويتفقدهم صلوات الله وسلامه عليها وهنا فائدة أيضا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما قيل يعني ولادة هاجر لإسماعيل وقيل غير ذلك والحديث رواه الطبراني وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم نترككم ونودعكم لنستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام وبناء البيت والسلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه موضوع حلقة اليوم قصة الذبيح إسماعيل وبناء البيت مستمعين الكرام إن الله إذا أمر بشيء يكون حسنا فالله يبيح ما يشاء ويحرم ما يشاء فقد أباح لنا أن نذبح بعض البهائم ونستمتع بأكلها أما أمر الله لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل فيه حكمة وهي إظهار كمال قياد إبراهيم وإسماعيل لله تعالى قال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبئ لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجئزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجئزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين يذكر الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لما هاجر من بلاد قومه إلى حيث يتمكن من طاعة الله وعبادته والجهاد في سبيله سأل ربه أن يهبه ولدا صالحا فبشره الله تبارك وتعالى بغلام مبارك حليم وهو إسماعيل عليه السلام لأنه أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنة من عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعنى قوله تعالى فلما بلغ معه السعي أي شب وصار يسعى في مصالحه الدنيوية والأخروية كأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ثم رأى إبراهيم عليه السلام في منامه رؤيا أن الله تعالى يأمره بذبح ولده إسماعيل ورؤيا الأنبياء وحي فما كان من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ من النوم إلا أن سارع لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى دون تردد فقد قيل لما أراد إبراهيم عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع بنه إسماعيل وقيل إسحاق حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل يا أبت أين قربانك فقال له إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ويقال عرض إبراهيم ذلك على إسماعيل ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قصرا ويذبحه قهرا فبادر إسماعيل الحليم أباه بقوله يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فكان جواب إسماعيل لأبيه إبراهيم في غاية السداد والطاعة لأبيه إبراهيم عليه السلام وأراد إسماعيل أن يخفف عن أبيه لوعة الثكل ويرشده إلى أقرب السبل ليصل إلى قصده فقال لأبيه إبراهيم يا أبتي اجعل لي وثاقا وأحكم رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني فأقبل عليه إبراهيم برأفة وحنان الآباء يقبله ويبكي ويقول له نعم العون أنت لي يا بني على أمر الله عز وجل قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين أي فلما استسلما لأمر الله وألقاه على وجهه وقيل أراد إبراهيم أن يذبحه من قفاه لألا يشاهده في حال الذبح وأمر إبراهيم السكين على رقبة ولده إسماعيل فلم تقطع شيئا لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ لها أن تقطع لأن السكين لا يقطع بطبعه وبذاته وإنما خالق القطع هو الله تعالى وحده والسكين سبب للقطع فلا تقطع إلا بمشيئة الله فالله تبارك وتعالى خالق للسكين وخالق للقطع أي خالق للسبب والمسبب فالأسباب لا تخلق شيئا وإنما الخالق هو الله تعالى وحده كما أن الله تعالى هو خالق الإحراق وخالق النار التي هي سبب للإحراق فالنار لم تحرق نبي الله إبراهيم عندما ألقي فيها لأن الله تعالى خالق الإحراق ولم يشأ لها أن تحرق نبيه إبراهيم عليه السلام يقول الله جلت قدرته الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وعندما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام فلم تحكي شيئا ولم تقطع نوديا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجئزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم أرسل الله عظمت قدرته لإبراهيم فداء لإسماعيل بذبح وهو كبش عظيم قيل كان قد رعى في الجنة أربعين سنة وكان هذا الكبش أبيض عظيما أقرا ذبحه إبراهيم بمنا فداء ابنه إسماعيل عليه السلام وهنا فائدة لما أراد إبراهيم عليه السلام ذبح إسماعيل تنفيذا لأمر الله ظهر له إبليس ثلاث مرات عند موضع الجمرات الثلاث اليوم وذلك ليوسوس له بالمعصية فرماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند هذه المواضع بالحصى إهانة له فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي ذلك رمز لمشروعية مخالفة الشيطان وإهانته وليس معنى الرجم أن الشيطان يسكن هناك وأما عن بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام في مكة المكرمة يقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء البيت الحرام أي الكعبة وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه وقيل إن الذي دله على موضع البيت هو جبريل عليه السلام فسار إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة فلما وصل إلى مكة وجد إسماعيل يصلح نبلا له وراء زمزم فقال له يا إسماعيل إن الله قد أمرني أن أبني بيتا قال له إسماعيل فأطع ربك فقال له إبراهيم قد أمرك أن تعينني على بنائه قال إذن أفعل فقام إبراهيم إلى مكان البيت فجعل يبني وإسماعيل يناويله الحجارة وكلما أنهيا بناء صف منها ارتفع مقام إبراهيم به حتى يبني الذي فوقه وهكذا حتى تمت عمارتها ومقام إبراهيم هو حجر كان يقف عليه إبراهيم عند بناء الكعبة وضعه له ابنه إسماعيل ليرتفع عليه كلما ارتفع البناء قال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبئ علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم والمقصود أن إبراهيم الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار وأن يجعله الله حرما آمنا كذلك سأل إبراهيم عليه السلام الله أن يبعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويطهرهم وقد استجاب الله تعالى دعوة نبيه إبراهيم فبعث في العرب وفي أشرف القبائل منهم رسولا عظيما وهو سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعندما أكمل إبراهيم بناء الكعبة قال لابنه إسماعيل ايتني بحجر حسن أضعه على الركن فيكون للناس علما فأتاه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود فأخذه ووضعه موضعه وهاكم تنبيه ليعلم أن الحجر الأسود هو ياقوتة بيضاء من الجنة لكن لما تمسح به المشركون صار أسود وأن الكعبة هي أول بيت ومسجد وضع في هذه الأرض وآدم عليه السلام هو أول من بناه وقد انهدم بطوفان نوح عليه السلام الذي عم كل الأرض قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين والكعبة وسط المعمورة وفوقها إلى السماء السابعة البيت المعمور وهو بيت مشرف هو لأهل السماء الملائكة كالكعبة لأهل الأرض كل يوم يدخله سبعون ألف ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا وهنا فائدة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد وبعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام مع إسماعيل أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج فأذن ودعاهم إلى حج بيت الله الحرام وروي أنه نادى أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق وخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل وقاما بمناسك الحج وروي أن جبريل هو الذي أرى إبراهيم كيف يحج وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن إبراهيم قام على الحجر فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فأسمع من كان في أصلاب الآباء وأرحام النساء ممن آمن وكتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة فأجاب لبيك اللهم لبيك حسن ذلك الحافظ بن حجر وهذا الذي ثبت عن ابن عباس مما لا يقال بالرأي بل بالتوقيف والله أعلم وأحكم مستمعين الكرام حلقتنا المقبلة بإذن الله بعنوان موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعم لا تحصى ولا تحصر والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وأصحابه إلى يوم المحشر حلقة اليوم عن مولد إسحاق وموت إبراهيم عليهما السلام قال تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجئهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم كان إبراهيم عليه السلام يذهب بعد كل مدة إلى مكة المكرمة يتفقد ولده إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام وقد صار إسماعيل عليه السلام بعدما تزوج هناك نبيا وبعد أن بلغت زوجته سارة سن اليأس وهو السن الذي لا تلد المرأة فيه عادة وكانت امرأة عطيما وكان عمرها تسعين سنة رزقها الله ورزق زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنا نجيبا عليما وهو إسحاق عليه السلام الذي صار بعد ذلك نبيا كأخيه إسماعيل عليهم السلام أما كيف جاء إبراهيم وزوجته سارة البشارة بهذا الولد الطيب فقد ذكر الله تبارك وتعالى أن ثلاثة من الملائكة المكرمين عنده قيلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل لما وفدوا على نبي الله إبراهيم الخليل حسبهم أولا ضيوفا فعاملهم معاملة الضيوف وشوى لهم عجلا سمينا من خيار بقره فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل لأن ملائكة الله الكرام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون ولا يتوالدون وليس فيهم حاجة إلى الطعام فلما وجد إبراهيم عليه السلام أن ضيوفه ليس لهم همة على الأكل لم يعرفهم ونكرهم وأوجس منهم خيفة عند ذلك هدأوا روعه وقالوا له لا تخف وطمأنوه أنهم في طريقهم إلى مدائن قوم لوطن الكافرين ليدمروهم وينزلوا بهم العذاب لكفرهم وفجورهم فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم وكانت قائمة على رؤوس الضيوف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم وضحكت استبشارا بذلك قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي بشرتها الملائكة بذلك عند ذلك أقبلت سارة في صرخة وصقت وجهها كما يفعل النساء عند التعجب وقالت كيف يلد مثلي وأنا امرأة كبيرة وعطيم وزوجي شيخ كبير فقالوا لها أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وكذلك تعجب إبراهيم استبشارا بهذه البشارة فرحا بها قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين أي اليائسين فأكدوا لإبراهيم هذه البشارة وبشروه وزوجته سارة بغلام عليم وهو إسحاق أخو إسماعيل عليهم الصلاة والسلام يقول الله تعالى في الثناء على نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم الذي وفى قيل وفى في جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل وقال تعالى وإذ بئتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قيل لما وفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون به ويأتمون بهديه وسأل إبراهيم ربه أن تكون هذه الإمامة متصلة بنسبه وباقية في ذريته فأجيب إلى ما سأل واستثني من نيلها الظالمون واختص بها من ذريته العلماء العاملون والصالحون كما قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجئره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجئزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم فالضمير في قوله تعالى ومن ذريته عائد على إبراهيم عليه السلام في المشهور وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فقيل كل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فعلى ذريته وهذه منزلة عالية ومرتبة عالية وذلك أنه ولد لإبراهيم الخليل لصلبه ولدان ذكران عظيمان صارا نبيين ورسولين وهما إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة وولد لإسحاق يعقوب وهو إسرائيل الذي كثرت جدا في ذريته النبوة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى الذي بعثهم حتى ختموا بعيس بن مريم من بني إسرائيل وأما إسماعيل عليه السلام الذي كان عربيا ونشأ في قبيلة جرهم العربية وتعلم منهم اللغة العربية وتزوج منهم فلم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتم الأنبياء على الإطلاق وسيدهم وسيد الأولين والآخرين وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشمن القرشي الذي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة لعقد الفاخرة الذي يغبطه الأولون والآخرون لأنه سيد ولد آدم يوم القيامة وقد مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو من ذريته وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم وروي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباك ما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والذين اتبعوه هم الذين كانوا على ملته ودينه الإسلام من أتباعه في زمانه ومن تمسك بدينه من بعدهم وقوله تعالى وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فإن الله شرع له الدين الإسلامي الحنيف وارتضاه له صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء جميعهم مسلمون دينهم واحد هو الإسلام قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وبيانا لهذه الحقيقة يقول الله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقيل قوله تعالى أمة أي قدوة إماما مهتديا داعيا إلى الخير يقتدى به فيه وقوله قانتا لله أي خاشعا له في جميع حالاته وحركاته وسكناته وقوله تعالى حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو الإسلام وهنا فائدة أول من اختتن إبراهيم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وقد عاش عليه السلام بعد هجرته من العراق من بابل في فلسطين وقد استقر بها وكان يتردد إلى مكة المكرمة من حين لآخر ليتفقد ولده إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام وقد دفنه ابناه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في المغارة التي كان قد دفن فيها إبراهيم الخليل زوجته سارة بقرية حبرون وهو البلد المعروف اليوم بالخليل وهذا متلقى بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل إلى زماننا هذا والله أعلم نتوقف هنا واعدينكم أن نحدثكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عن سيدنا إسماعيل عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله البر المتعال الذي تدكدكت لعظمته شم الجبال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه والآل قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا هو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام وهو ابن هاجر المصرية التي وهبتها سارة زوجة إبراهيم إلى زوجها إبراهيم وهو جد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ إن الرسول عليه السلام يعود نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم وقد أرسل الله تعالى إسماعيل عليه السلام إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها وإلى العماليق وأهل اليمن فدعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده قال الله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍّ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهذا مما يدل على أن دين الأنبياء كلهم واحد وهو الإسلام وقد أثنى الله عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة مع دعوته عليه السلام إلى عبادة الخالق وحده وهو الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى في حق نبيه إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبئ لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لقد بشر الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام وقد رزق به وله من العمر سبع وثمانون سنة ولما شب إسماعيل وصار يسعى في مصالحه كأبيه رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل ورؤيا الأنبياء وحي ومن خصائص الأنبياء أن قلوبهم لا تنام إنما تنام أعينهم فأخبر إبراهيم ولده إسماعيل بهذه الرؤية فكان موقف إسماعيل الصبر والثبات وأظهر لأبيه التسليم لأمر الله وأنه سيكون عونا له على طاعة الله فكان له الدرجات الأولى عند الله ولما شب إسماعيل عليه السلام في تلك البقعة المباركة من مكة المكرمة وترعرع في قبيلة جرهم وتعلم منهم اللغة العربية وأساليبها ولما رأوا عظيم سيرته وخلقه زوجوه من فتاة عربية من قبيلتهم قيل هي عمارة بنت سعد ثم ماتت أمه هاجر عليها السلام في مكة وجاء إبراهيم عليه السلام مرة إلى مكة من فلسطين يريد أن يتفقد إسماعيل فلم يجد إسماعيل عليه السلام فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم فقالت نحن في ضيق وشدة وشكت إليه فقال لها إبراهيم فإذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا فقال لزوجته هل جاءكم من أحد فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا وذكرت له صفته فسألني عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة فقال لها إسماعيل هل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك فقال عندئذ إسماعيل لزوجته ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك فطلقها عليه السلام وتزوج من قبيلة جرهم امرأة أخرى قيل هي السيدة بنت مضاد الجرهمي وغاب عنهم نبي الله إبراهيم عليه السلام ما شاء الله ثم أتاهم بعد مدة فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت له خرج يبتغي لنا أي في أمور المعيشة قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل فقال لها وما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء فدعى عليه الصلاة والسلام وقال في دعائه اللهم بارك لهم في اللحم والماء ثم قال لها عليه السلام فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير فقال لها إسماعيل أفأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك فقال لها عند ذلك إسماعيل عليه السلام ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم غاب إبراهيم عليه السلام عنهما فترة ثم عاد إلى مكة المكرمة ورأى ابنه إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قرب ماء زمزم فلما رآه إسماعيل قام إليه يشده الحنان والشوق إلى أبيه إبراهيم وصنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال إبراهيم لولده إسماعيل إن الله أمرني بأمر فأخبره بأن الله أمره أن يبني بيتا وهو المسجد الحرام الكعبة ودله على المكان فعند ذلك تعاون إبراهيم مع ولده إسماعيل على بناء الكعبة ورفع القواعد من البيت وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم وإبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد ذكر أهل السير عن سيدنا إسماعيل عليه السلام أنه أول من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشا فآنسها وركبها ودعا لها بدعوته التي كان أعطيه فأجابتها وكان إسماعيل عليه السلام قد تكلم بالعربية الفصيحة البليغة التي تعلمها من قبيلة جرهم الذين نزلوا عندهم بمكة بسبب ماء زمزم الطيب المبارك وولد لإسماعيل عليه السلام من زوجته الثانية وهي السيدة بنت مضاض الجرهمي إثنى عشر ولدا ذكر وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إليه ثم إنه مات عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه وبلغ ما أمره الله بتبليغه ودعا إلى دين الإسلام وإلى عبادة الملك الديان ودفن عليه السلام قرب أمه هاجر في الحجر وقيل كان عمره يوم مات مئة وسبع وثلاثين سنة صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم وأحكم ومع ذكر سيرة إسماعيل عليه السلام نودعكم لنحدثكم بإذن الله في الحلقة المقبلة عن سيدنا إسحاق عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمه الوفيرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخيرات الغزيرة وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحسرات الكثيرة حلقتنا اليوم خاصة بسيدنا إسحاق عليه السلام قال الله تبارك وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين هو إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وهو الولد الثاني لإبراهيم الذي بشرته به الملائكة وقيل كان عمر إبراهيم حين ولدته سارة زوجة إبراهيم مئة وعشرين سنة وكان عمر سارة تسعين سنة وقيل غير ذلك وقد ذكره الله تبارك وتعالى بالثناء عليه والمدح في أكثر من آية من القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وقال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ذكر الله عبده إسحاق بالصفات الحميدة وجعله نبيا ورسولا وبرأه من كل ما نسبه إليه الجاهلون وأمر الله قومه بالإيمان به كغيره من الأنبياء والرسل وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله إسحاق وأثنى عليه عندما قال إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فهؤلاء الأنبياء الأربع الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أنبياء متناسلون ولا يوجد بين الناس أنبياء متناسلون غيرهم وهم يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام دعا إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله وحده وأوحي إليه بشريعة مبنية على الإسلام ليبلغها ويعلمها الناس وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى الكنعانيين في بلاد الشام وفلسطين الذين عاش بينهم وقد قيل إن إبراهيم عليه السلام أوصبنه إسحاق أن لا يتزوج إلا امرأة من أهل أبيه فتزوج إسحاق رفقة بنت ابن عمه وكانت عاقرا لا تنجب فدع الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين أحدهم اسمه العيص والثاني يعقوب وهو نبي الله إسرائيل قال الله تبارك وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وقيل إن نبي الله إسحاق عليه السلام عاش مئة وثمانين سنة ومات في حبرون وهي قرية في فلسطين وهي مدينة الخليل اليوم حيث كان يسكن إبراهيم عليه السلام ودفنه ابناه العيص ويعقوب عليه السلام في المغارة التي دفن فيها أبوه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وقد ورد كذبا في بعض الكتب وفي إسرائيليات اليهود المفتراه أن عيصا كان أحب لأبيه من يعقوب وأن يعقوب كان أحب إلى أمه فلما كبر إسحاق عمية فقال لعيص يا بني أطعمني لحم صيد واقترب مني وأدعو لك فسمعت أمه ما ذلك فقالت ليعقوب يا بني إذ بحشاتا وشوها وقربها إلى أبيك وقل له أنا ابنك عيص ففعل ذلك يعقوب فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك وهذا كذب بارد سخيف من أكاذيب اليهود التي لا يجوز نسبتها إلى نبي من أنبياء الله ولا عبرة بروايتها في بعض الكتب فليس كل ما يروى صحيحا والله أعلم وأحكم وهكذا انتهينا من الكلام عن سيدنا إسحاق عليه السلام والحلقة القادمة إن شاء الله عن سيدنا لوط عليه السلام والسلام عليكم الحمد لله البر التواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب مستمعين الكرام بعد أن حدثناكم عن سيدنا إسحاق عليه السلام هذا أوان الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام قال الله تعالى وإن لوط لمن المرسلين وقال تعالى ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون لوط عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء والرسل الكرام وقد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم سبع وعشرين مرة في الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل وغيرها من سور القرآن هذا وقد ذكرت قصته مع قومه مفصلة في بعض السور ومجملة في البعض الآخر نسبه عليه السلام هو لوط بن هاران ابن آزر وقد بعثه الله تعالى في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخيه لأن هاران هو أخو إبراهيم واسم لوط عجمي ليس عربية وليس مشتقا من اللواط لأن اللواط لفظ عربي تصريفه لاط يلوط لواط أي فعل تلك الفاحشة ولا يليق بمنصب الأنبياء أن يكون اسم أحدهم مشتقا من لفظ معناه خبيث وقد صدق لوط بدعوة عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام واهتد بهديه قال الله تعالى في القرآن الكريم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقد هاجر لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من العراق وتبعه في جميع أسفاره ورحلاته ثم بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل سدون في الأردن قرب البحر الميت كان نبي الله لوط عليه السلام قد نزح عن محلة عمه إبراهيم الخليل بإذنه فنزل بمدينة سدون كما أمره الله تعالى وهي في أطراف شرق الأردن قرب البحر الميت وكانت هذه المدينة لها قرى مضافة إليها وكان قوم سدون من أكثر الناس وأفجرهم وأخبثهم طوية وأقبحهم سيرة فقد كانوا ذوي أخلاق رديئة ونفوس خبيثة لا يستحون من منكر ولا يتعففون عن معصية وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن المنكرات فيما بينهم وكانوا ابتدعوا جريمة النكراء وذنبا شنيعا اشتهروا به لم يسبقهم إليه أحد من أهل الأرض وهي إتيان الذكور أي اللواط قال تعالى حكاية عن لوط عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ولقد كان قوم لوط من قساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يتجاهرون بفعل فاحشة اللواط ولا يستترون ولا يستحون فلما بعث الله تعالى نبيه لوطا إليهم دعاهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والمنكرات وتلك الأفاعيل المستقبحة ولكنهم استمروا على كفرهم وإشراكهم وتمادوا في ضلالهم وطغيانهم وفي المجاهرة بفعل اللواط وقيل إن الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء أنهم كانت لهم بساتين وثمار في منازلهم وبساتين وثمار خارجة على ظار الطريق وأنهم أصابهم قحط شديد وجوع فقال بعضهم لبعض إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة عن أبناء السبيل والمسافرين كان لكم فيها معاش فقالوا كيف نمنعها فأقبل بعضهم على بعض فقالوا اجعلوا سنتكم أي عادتكم وطريقتكم فيها أن من وجدتموه في بلادكم غريبة فاسلبوه وانكحوه فإن الناس لا يطاؤون أرضكم وزين لهم الشيطان هذا الفعل الخبيث فكانوا كذلك حتى بعث الله لهم لوطا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى عبادة الله وترك هذه المحرمات والفواحش قال الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وقال تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجئر إن أجئري إلا على رب العالمين ولكنهم تمادوا في غيهم وضلالهم ولم يزدهم وعظ نبيهم وأمره لهم بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر إلا تماديا وتكبرا وتغيانا واستعجالا لعقاب الله إنكارا منهم لوعيده وتكذيبا منهم لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فقد كانوا يقولون له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ولم يكتفوا بهذا التكذيب والاستكبار بل أخذوا يهددونه بالطرد من قريتهم وهموا بإخراج نبي الله من بين ظهرانيهم وهذا منتهى السفة والعناد والتكبر قال الله تبارك وتعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وقال تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين أهلك الله تبارك وتعالى زوجة نبيه لوط عليه الصلاة والسلام مع الهالكين لأنها كذبت نبيه لوط عليه الصلاة والسلام ولم تؤمن به ولم تدخل في دين الإسلام بل بقيت كافرة مع قومها راضية بأفعالهم الخسيسة وصفاتهم المذمومة فحل بها من الصخط والعذاب ما حل بقومها جزاء لها على كفرها وتعاطفها مع قومها ولم ينفعها عند الله أنها كانت زوجة نبي الله لوط عليه السلام وهي باقية على الكفر والضلال يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ويقول عز من قائل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين والمراد بالخيانة هنا الخيانة في الدين فإنهما لم تتبعهما في دين الإسلام بل بقيتا على الكفر والضلال ولم ينفعهما أنهما زوجتان نبيين من أنبياء الله عظيمين وهما نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام وليس المراد بالخيانة هنا الزنا وأنهما كانتا على الفاحشة ويروى عن ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف ما بغت أي زنت امرأة نبي قط وقيل إن اسم امرأة لوط والها واسم امرأة نوح والغة روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فخانتاهما قال ما زنتا أما امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون وأما امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فذلك خيانتهما روى الحاكم في المستدرك عن كعب الأحبار قال كان لوط النبي الله وكان ابن أخي إبراهيم وكان رجلاً أبيض حسن الوجه دقيق الأنف صغير الأذن طويل الأصابع جيد الثنايا أحسن الناس إذا ضحك وأحسنهم وأرزنهم وأحكمهم والله أعلم وأحكم نقف هنا لنتكلم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عن ضيوف سيدنا لوط عليه السلام وكيف أهلك قومه الظالمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جمعنا على حب محمد والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب المؤكد وبعد بعد أن حدثناكم عن قصة ضيوف سيدنا لوط عليه السلام نكلمكم عن سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى وإلى مدئينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قيل هو من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقيل هو ابن بنت نبي الله لوط وقيل غير ذلك وإن أمه بن طلوت وهو من الأنبياء العرب لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عند ذكر الأنبياء والرسل أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر رواه ابن حبان وكان مشهورا بالفصاحة وعلو العبارة وببلاغته في دعوة قومه إلى الإيمان والإسلام وذكر نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام في القرآن عشر مرات في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة العنكبوت وكان أهل مدين قوما عربا يسكنون في بلاد الحجاز مما يلي جهة الشام قريبا من خليج العقبة من الجهة الشمالية ومدينتهم مدين كانت قريبة من أرض معان من أطراف الشام وهي قريبة من بحيرة قوم لوط وكانوا بعدهم لقوله تعالى حكاية عن نبيه شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد ومدين قبيلة عرفت بهم وهم من بني مدين ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكانوا على دين إبراهيم الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء ولكنه لم يطل بهم العهد حتى غيروا دينهم الحق وكفروا بالله وعبدوا غير الله وانحرفوا عن الصراط المستقيم فغرتهم الحياة الدنيا ومتاعها الفاني فقد كانوا أصحاب تجارة وسلع وكانوا على الجادة التجارية الكبيرة بين اليمن والشام وبين العراق ومصر على ساحل البحر الأحمر ولكن حب المال سيطر على قلوبهم وأعماهم عن اتباع الحق فقد كانوا يعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك حولها غيظة وهي أشجار ملتفة على بعضها وزيادة على كفرهم وضلالهم فقد كانوا ينقصون المكيال والميزان ويطففون فيهما أي يأخذون مع الزيادة ويدفعون مع النقصان ويأكلون المال الحرام ولم يكتفوا بهذه المعاملة السيئة بل كانوا يقطعون الطريق على المارة ويتعرضون للقوافل فيتوعدونها ويخيفونها ويعيثون في الأرض فسادا وسط هذا المجتمع الفاسد والكفر والضلال الذي كانت تعيش فيه قبيلة مدين حيث كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون بعث الله فيهم رجلا منهم هو رسول الله شعيب عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له لأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره ونهاهم عليه السلام عن المفاسد والأفاعيل القبيحة التي كانوا واقعين فيها وأمرهم بالعدل والميزان بالقسط وأن لا يبخس الناس حقوقهم وأن لا يقطعوا الطرق على المرة ويأخذوا أموال الناس بالباطل قال الله تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين دعا نبي الله شعيب عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غير الله ونهاهم عن الظلم والفساد وأخذ أموال الناس بالباطل عن طريق النقص في المكيال والميزان ولكن لم يؤمن بدعوته إلا العدد القليل من قومه مع أنهم كانوا في بحبوحة العيش والرزق فقد بسط الله عليهم الرزق في عيشهم استدراجا منه لهم وابتلاءا مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعدم شكرهم لله على ما أعطاهم ورزقهم من النعم الوفيرة وقد بين لهم نبيهم وذكرهم بما وسع الله عليهم من الخير والرزق أعلهم يقبلون دعوته فيعبدون الله وحده ولا ينقصون المكيال والميزان وينتهون عن الفساد في الأرض قال الله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين فأمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم من أجل حب المال وتكثيره وتوعدهم بالعذاب الأليم الذي ينتظرهم إن هم استمروا على كفرهم بالله ولم يؤمنوا بدعوته واستمروا على ظلم الناس وأخذهم أموالهم بالباطل وقطعهم الطرق على المارة فقال لهم وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم وبذلك تخيفون المارة وترعبونهم وحذرهم نبي الله عن صد الناس عن الإيمان وإذاء المؤمنين مع هذا الفساد في الأرض الذي كانوا يمارسونه والجرائم التي كانوا يرتكبونها قال تعالى إخبارا عن نبيه عليه السلام فيما نهى عنه قومه وحذرهم وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبِعُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فقد ذكرهم شعيب عليه السلام نعمة الله عليهم في تكثيرهم بعد القلة وحذرهم نقمة الله بهم وعذابه الأليم الذي ينتظرهم في الدنيا والآخرة إنهم خالفوا أمره واستمروا على ضلالهم وبذلك يخسرون الدنيا والآخرة ويبوؤون بالصفقة الخاسرة وذلك هو الخسران المبين وأخذ نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يبسط لقومه في الكلام وهو يدعوهم للمعروف وينهاهم عن المنكر والفساد فأراد أن يخرجهم من التعلق بالدنيا وزخارفها ويبين لهم أن أخذ المال وجمعه بالحلال خير لهم من أخذه بالظلم والخيانة وبطرق الحرام فقال لهم برفق وحكمة بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم إن كنتم مؤمنين من أخذ أموال الناس بالتطفيف والظلم والخيانة والقليل من الحلال الطيب خير من الكثير من الحرام الخبيث وذلك لأن الحلال مبارك فيه وإن قل والحرام ممحوق لا بركة فيه وإن كثرة كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثرة فإن مصيره إلى قل أي إلى قلة رواه أحمد فأراد شعيب عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنه ناصح لهم فيما دعاهم إليه ونصيحته إليهم خالصة لله وما هو عليهم بحفيظ وأما الله تبارك وتعالى فهو الرقيب عليهم في جميع تصرفاتهم وأعمالهم العليم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية لأنه هو الذي خلقهم قال تعالى وما أنا عليكم بحفيظ نقف هنا لنعرفكم في الحلقة المقبلة بإذن الله كيف أهلك الله تعالى قوم شعيب عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خلق ورزق الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه الإمام وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام مستمعين وكما وعدناكم نتكلم اليوم عن قصة ضيوف سيدنا لوط أمام إصرار قوم لوط على كفرهم وطغيانهم وانغماسهم في المنكرات والفواحش وعدم الإيمان بنبي الله لوط عليه السلام سأل لوط عليه الصلاة والسلام ربه أن نصرط عليهم لما أصروا على كفرهم وتمادوا في غيهم قال تعالى حكاية عن نبيه لوط عليه السلام رب نجني وأهلي مما يعملون وقال قال رب انصرني على القوم المفسدين أراد الله تبارك وتعالى نصر نبيه لوط وإهلاك أولئك الكفار الخبثاء فأرسل الله عز وجل إلى قوم لوط ملائكة كراما لإهلاكهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ليقلبوا قراهم عاليها سافلها وينزل العذاب بهم وكانت لهم مدائن أربع وكان عددهم يزيد على أربعمائة ألف فمر هؤلاء الملائكة الكرام في طريقهم إلى قرى قوم لوط على إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر الله تعالى وكانوا قد تشكلوا بصورة رجال حسان الوجوه فبشروه بغلام حليم وهو إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب وأخبروه أنهم ذاهبون للانتقام من قوم لوط أهل سدوم وتوابعها وأن الله أمرهم بإهلاك أهل هذه المدائن الذين كانوا يعملون الخبائث وتدميرها وعندما سمع إبراهيم عليه السلام ما قال له الملائكة وما أرسل به من العذاب تخوف على ابن أخيه لوط عليه السلام أن يصيبه القلق فقال لهم إن فيها لوطا فأخبروه بأنهم أعلم بمن فيها وأن الله عز وجل سينجي لوطا وأهله إلا امرأته الكافر التي لم تؤمن به وصارت تعين أولئك الكافرين على هذا العمل الخبيث يقول الله تبارك وتعالى وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْئِرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وقال تعالى قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجِئْرِمِينَ إِلَّا آلَ لَوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مُرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ وقال تعالى فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْئِرَاهِيمَ الْرَوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ قيل إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كان يرجو من قوم لوط أن يجيبوا نبي الله لوط ويسلموا ويقلعوا عن غيهم وضلالهم لذلك لما علم أن رسل الله الملائكة جاءوا لينزلوا العذاب بقوم لوط ويدمروا عليهم قراهم صار يجادلهم في ذلك قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قيل إن رسل الله الملائكة الكرام عندما سمعوا جدال إبراهيم في قوم لوط قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني الجدال إنه قد جاء أمر ربك أي بعذابهم أي قد جاء عذاب ربك فليس بمردود لأن الله قد قضى به وهنا تنبيه مهم يظن بعض جهلة المتصوفة أن معنى أواه أن إبراهيم كان يذكر بآه وهذا غير صحيح فإن الأواه من يظهر خشية الله تعالى كما ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات وقد صح عن ابن مسعود أنه قال الأواه الرحيم رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح خرجت الملائكة من عند نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وتوجهوا نحو قرية سدوم وهي أكبر قرى قوم لوط في الأردن وكانوا قد جاءوا بصور شبان جميل الصورة اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم ولما وصلوا القرية عند الظهيرة جاءوا إلى نبي الله لوط فدخلوا عليه في صورة شبان مرد جميلين تشرق وجوههم بنظارة الشباب والجمال ولم يخبروه في البداية بحقيقتهم فظن نبي الله لوط أنهم ضيوف جاءوا يستضيفونه فرحب بهم وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره ولكنه عليه الصلاة والسلام اغتم من دخولهم عليه وقت الظهيرة لأنه خاف عليهم من أولئك الأشرار المجرمين ولا سيما أنهم كانوا من حيث الصورة في منتهى الحسن والجمال وخشي أن يكون قد رآهم واحد من قومه حين دخلوا عليه فيذهب فيخبر قومه لذلك أشفق نبي الله لوط عليهم وخاف من قومه أن يعتدوا عليهم قال الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد بلاؤه حيث كان يدرك خبث نفوس قومه وفساد طويتهم وكان قومه عليه السلام قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا ولكنه رأى أن استضافة من جاءه أمر لا محيد عنه خوفا عليهم من شر قومه وفسادهم وشذوذهم وسرعان ما حصل ما كان يخشاه إذ خرجت امرأته وكانت امرأة كافرة خبيثة تتبع هوا قومها فأخبرت قومها وقالت لهم إن في بيت لوطن رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط وما إن سمع قوم لوطن الخبر حتى أقبلوا مسرعين يهرعون إلى بيت نبي الله لوطن عليه السلام يريدون الاعتداء على ضيوف لوطن عليه السلام وأخذ نبي الله لوطن عليه السلام يجادل قومه المفسدين بالحسنى ويناقشهم باللطف واللين لعل فيهم من يرتدع عن غيه وضلاله ودعاهم عليه السلام إلى سلوك الطريقة الشرعية المباحة وهي أن يتزوجوا بنات القرية وأن يكتفوا بنسائهم ولا يعتدوا ولكن قومه الخبثاء رفضوا نصيحته وصارحوه بغرضهم السيء من غير استحياء ولا خجل وقالوا له ما لنا في بناتك من حق يريدون أنهم ليسوا في حاجة إلى بنات القرية وأخبروه أنهم لا يرغبون إلا في أولئك الشبان الحسان الذين هم في بيته ضيوفا عند ذلك ازداد همه وغمه عليه الصلاة والسلام وتمنى أن لو كان له بهم قوة أو كان له منع أو عشيرة في قومه فينصرونه عليهم يقول الله تبارك وتعالى وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَ أَنْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ثَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ويقال إن لوط عليه السلام كان قد أغلق بابه والملائكة معه في الدار وأخذ يناظر ويجادل قومه من وراء الباب وهم يعالجون الباب ليفتحوه فلما رأت الملائكة ما يلقى نبي الله لوط عليه السلام من كرب شديد أخبروه بحقيقتهم وأنهم ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة ورسل الله قدموا وجاءوا لإهلاك هذه القرية بأمر الله لأن أهلها كانوا ظالمين بكفرهم وفسادهم وأمروه أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الصبح لأن موعد إهلاكهم سيكون في وقت الصبح يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عما قال الملائكة لنبيه لوط عليه السلام قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ويروى أن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام لما جعل يمانع قومه أن يدخلوا بيته ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون ويريدون فتحه استأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له فخرج عليه السلام إليهم وضرب وجوههم بطرف جناعه فطمست أعيونهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر فانصرفوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون ويهددون نبي الله لوط عليه السلام عند ذلك قال نبي الله للملائكة متى موعد هلاكهم قالوا الصبح فقال لهم لو أهلكتموهم الآن فقالوا له أليس الصبح بقريب يقول الله عز وجل ولقد اراودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد اصبحهم بكرة عذاب مستقر يقول الله تعالى حكاية وما أخبروا به نبيه لوط عليه السلام قالوا يا لوط وما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أمر رسول الله الملائكة نبي الله لوط أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الشمس وأمروه وأمروه بترك الالتفات لألا يرى عظيم ما سينزل بقومه الكافرين من عذاب وأن امرأته ستلتفت ويصيبها ما أصاب قومها فقد ذكر أنها لما خرجت مع زوجها لوط عليه السلام وسمعت صيحة العذاب وما نزل بقومها التفتت وقالت وقوماه فأصابها حجر فأهلكها مع الهالكين وجاء قوم لوط من أمر الله ما لا يرد ومن العذاب الشديد ما لا يصد يقول الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجاره وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد لقد أدخل جبريل عليه السلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين ريشة واحدة من أجنحته في قراهم ومدنهم وكانت أربعة أو خمسة واقتلعهن من أصلهن وقرارهن بمن فيهن من قوم لوط الكافرين وكانوا كما قيل أربعمائة ألف شخص وما معهم من البهائم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمع الملائكة الذين في السماء الأولى أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها أي لم يردها كما كانت وإنما ردها مقلوبة بمشيئة الله وقدرته من دون تعب ولا مشقة وأرسل عليهم صيحة من السماء وأمطر عليهم حجارة من سجيل يقول الله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ويقول تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أن يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء قيل أي معلمة مكتوبا على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليها ويقتله ويقول تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة هي قرى قوم لوط عليه السلام قيل أي قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة وكانت مسومة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه وما إن أشرقت الشمس حتى كانت القرى بمن فيها خرابا ودمارا يقول تعالى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ والله أعلم وأحكم موعدنا مع سيرة سيدنا شعيب عليه السلام في الحلقة القادمة بإذن الله فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على عظيم نواله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد من لا يوجد مثله في جماله وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي ينفع فيه المرأة إيمانه وطيب أعماله وبعد واجه قوم شعيب دعوته عليه الصلاة والسلام بعد كل هذه المحاولات والنصائح بالسخرية والاستهزاء وعدم الاستجابة لدعوته والتكبر عن اتباع الحق وقالوا له على سبيل التهكم والاستهزاء أصلاتك تأمرك أن نتعرك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أي أصلاتك هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن نترك ما كان يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون ونعبد الله وحده وأن لا نتعامل في أموالنا كيف نشاء وكما نريد فنترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها وهذا منتهى السفه والعمى والتكبر عن اتباع الحق الذي جاء به نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وأمر قومه باتباعه حتى إن قومه الخبثاء قالوا له على وجه الاستهزاء والسخرية إنك لأنت الحليم الرشيد وإزاء هذا الاستهزاء والعناد والضلال الذي واجه به قوم مدين نبيهم شعيبا عليه السلام استمر نبي الله شعيب يدعوهم إلى الحق والهدى بأبين إشارة وبالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استقعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ثم انتقل نبي الله شعيب في دعوته لقومه إلى نوع آخر من الترهيب فقال لهم ويا قوم لا يجئرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على ضلالكم ومخالفتكم لما جئتكم به من الهدى والحق فينزل الله بكم العذاب والنكال نظير ما أحله بأمثالكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين لأنبيائهم ثم قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد معناه في الزمان أي لقد بلغكم ما حل بقوم لوط الذين كذبوا نبيهم لوط عليه السلام جزاء لكفرهم وعطوهم وتكبرهم عن اتباع نبيهم لوط ثم رغبهم بالتوبة إلى الله بالدخول في دين الإسلام فقال لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود أي أقلعوا عما أنتم فيه من الكفر وعبادة غير الله وادخلوا في دين الإسلام وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود فإنه من تاب إلى الله تاب عليه فإنه رحيم بعباده وهو الودود الذي يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون فائدة إن قول شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ليس المقصود به أن يقولوا أستغفروا الله لتقبل توبتهم عند الله وإنما المعنى أدخلوا في دين الإسلام ليغفر لكم الكفر قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بيّنت هذه الآية أن استغفار الكافر أن يقلع عن كفره فيؤمن بالله ورسوله لأن قول أستغفر الله لا ينفع مع الكفر بل يزيده كفرا لأن معنى قوله أستغفر الله تكذيب لله لأن الله أخبر في القرآن بأنه لا يغفر للكافر ما دام على كفره لأن توبة الكافر تكون بالدخول في دين الإسلام ولا تكون بقول أستغفر الله يقول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ورغم المحاولات العديدة والأساليب المختلفة التي بذلها نبي الله شعيب في دعوة قومه إلى الدين الحق وترك المنكرات والقبائح التي كانوا يفعلونها تجاهل قومه الخبثاء دعوته واستمروا على جهلهم وضلالهم وكفرهم وردوا عليه بالسخرية والاستهزاء قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ويشبه هذا الذي ردوا به على نبيهم ما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقعر ومن بيننا وبينك حجاب ولم يكتفوا باستكبارهم عن اتباع الحق الذي جاء به نبيهم بل واجهوه بأنهم لولا عشيرته وقبيلته لرجموه بالحجارة حتى القتل وتخلصوا منه فقال لقومه أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط أي أتخافون من قبيلتي وعشيرتي وتراعونني بسببهم وخوفا منهم ولا تخافون عذاب الله وجعلتم أمر الله وراء ظهوركم لجهلكم وتكبركم والله سبحانه عليم بما تعملونه لا يخفى عليه شيء محيط بذلك كله وسيجزيكم عليه يوم القيامة وتمادى قوم شعيب عليه الصلاة والسلام في غيهم وضلالهم واستمروا على عنادهم في تكذيب نبيهم ورد دعوته ولم يردهم تذكير نبيهم شعيب ونصيحتهم عن بغيهم وظلمهم وتكبرهم بل إنهم استمروا على تكذيبه واستهزأوا بما توعدهم به من العذاب الأليم فإنهم قالوا له قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون ولما رأى نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام عناد قومه وتصميمهم على تكذيبه ورد دعوته عند ذلك استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب ودع الله مجيب الدعوات عليهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فأنزل الله القوي المتين العذاب الشديد على قوم شعيب وجعلهم عبرة لمن اعتبر قال الله تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي رجفت بهم أرضهم وزلزلت بمشيئة الله وقدرته زلزالا شديدا أزهقت أرواحهم من أجسادهم وصيرت حيوان أرضهم كجمادها وأصبحت جثثهم جاثية لا أرواح فيها ولا حركات ولا حواس ولقد جمع الله العزيز المنتقم على قوم شعيب الذين كذبوا نبيه وآذوه أنواعا من العقوبات وأشكالا من البليات وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات ولما صمموا عليه من أنواع الكفر والضلال فقد سلت الله عليهم رجفة شديدة أسكنت حركاتهم وصيحة عظيمة أخمدت أصواتهم وظلة سحاب أرسل عليهم منها شرر النار الملتهبة في سائر جهاتهم فأهلكوا جميعهم يقول الله عز وجل فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وذلك أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة فوجدوا لها بردا ولذة فناد بعضهم بعضا فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيها أرسلها الله العزيز القوي عليهم ترميهم بشرر وشهب ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة قوية من السماء فأزهقت أرواحهم والله عزيز ذو انتقام يقول تعالى في محكم تنزيله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ونجى الله تبارك وتعالى نبيه وحبيبه شعيبا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين ونصرهم على القوم الكافرين يقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأعرض نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام عن قومه بعد أن أهلكهم الله بهذا العذاب الأليم ونعاهم إلى أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقرعا قال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين المعنى لقد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ التام والنصح الكامل وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه فلم تنتفعوا بذلك ولست أتأسف وأحزن بعد هذا عليكم ذلك لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة وقد عاش سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن بعد هلاك قومه بعد أن أدى الأمانة وبلغ ما أمره الله بتبليغه وجاهد في الله حق جهاده ومات عليه الصلاة والسلام في الأردن ودفن فيها وقبره هناك في وادي يسمى اليوم بوادي شعيب وهو مقام معروف ومشهور هناك ويقال إنه مات بمكة ومن معه من المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم والله أعلم في الحلقة القادمة سنكلمكم بإذن الله على نبي الله يعقوب عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر